أهلا بكم أعزائي الدارسين في محاضرة جديدة في مقرر مبادئ المحاسبة واحد في المحاضرة اليوم نبدأ في الحديث عن الوحدة الثالثة بعنوان النظام المحاسبي المقاومات والإجراءات Accounting System Components and Procedures في هذه الوحدة أو في هذا الفصل سوف نقوم بعمل مقدمة نوضح فيها مفهوم النظام المحاسبي ومقاوماته وخطواته ثم بعد ذلك نتناول أهم عناصر هذا النظام والمتمثل في دفتري اليومية والأستاذ ثم العنصر الثالث والأهم وهو ميزان المراجعة نبدأ في المقدمة ونتناول فيها في العنصر رقم واحد مفهوم النظام المحاسبي فمفهوم النظام المحاسبي هو عبارة عن مجموعة من الإجراءات أو الخطوات والترتيبات الخاصة التي تسعى إلى حصر وقياس وتسجيل وتلخيص عمليات المنشأة وكذلك تحقيق الرقابة عليها ومن ثم إظهار نتائج هذه العمليات وأثرها على المركز المالي اتنين مقاومات النظام المحاسبي من خلال المفهومة السابق يمكننا القول أن للنظام المحاسبي ثلاث مقاومات أساسية هي المستندات أو الوثائق هي عبارة عن باختصار هي عبارة عن أوراق أو مستندات أو وثائق تثبت حدوث العمليات وبالتالي فهي تستخدم كدليل موضوعي يؤيد حدوث العمليات المالية مثل الفواتير والإيصالات مثل فاتورة المشتريات وفاتورة المبيعات وهذه المستندات نعين منها المستندات الداخلية وهي التي يتم إعدادها بواسطة المنشأة نفسها مثل فاتورة البيع وهناك مستندات تأتي إلى المنشأة من الخارج تسمى مستندات خارجية وهي الواردة من طرف خارجي مثل فاتورة أشراء المقاوم الثاني للنظام المحاسبي هو بيه الدفاتر أو السجلات المحاسبية بوكس أندري كوردس وطبعاً ديه تمثل أهم أجزاء أو مقاومات النظام المحاسبي ولدينا دفترين أساسيين في هذا السياق الدفتر الأول هو يسمى بدفتر اليومية وتسجل فيه العمليات المالية يومياً أولاً بأول طبقاً لتاريخ حدوثها أو طبقاً لتسلسلها التاريخي يعني ما يهمنا في هذا الدفتر هو التاريخ وإثبات العملية طبقاً لتاريخ حدوثها بينما يستخدم الدفتر الثاني ويسمى بدفتر الأستاذ لتصنيف العمليات التي تم إثبتها أو تسجيلها في دفتر اليومية إذن الدفتر الأول تسجل فيه كل العمليات بالتاريخ بينما أن العمليات تصنف في الدفتر الثاني هو دفتر الأستاذ فمثلاً سوف نصنف عمليات النقدية بشكل منفصل عن عمليات البضاعة وعن عمليات بيع وشراء الأصول الثابتة وغيرها من العمليات المقوم الثالث من مقومات النظام المحاسبي جيم القوائم المالية Financial Statements القوائم المالية سبقت الإشارة إليها في الفصل الأول بأنها أداة تستخدم لتوصيل المعلومات التي يتم الوصول إليها في المحاسبة إلى مستخدم هذه المعلومات لمساعدتهم في اتخاذ القرارات وتتمثل في ثلاثة أنواع هي قائمة الدخل وقائمة المركز المالي وقائمة التدفقات النقدية وسبقت الإشارة إليها في نهاية الحديث في الفصل الأول بالإضافة إلى أنه سوف يتم تناولها بشكل تفصيلي في الفصل الرابع لدينا في العنصر الثالث في هذه المقدمة ما يسمى بالدورة المحاسبية Accounting Cycle الدورة المحاسبية تمثل مجموعة من الخطوات كعمليات أو إجراءات تتم بشكل متتابع بحيث نتمكن من خلالها من تحويل البيانات المالية التي تخص العمليات المالية إلى معلومات مالية وسميت دورة لأنها تتكرر كل فترة محاسبية تقوم فيها المنشأة بإجراء عمليات مالية هذه الخطوات يمكن بيانها على النحو التالي نؤكد أن العملية المالية تبدأ فلابد من وجود شيء يؤكد أو يؤيد حدوث هذه العملية حتى نتمكن من خلالها من تجميع البيانات عن هذه العملية نبحث عن وسيلة لإثبات أو تسجيل هذه البيانات بعد ذلك نريد ترتيب أو تصنيف أو تبويب أو فرز العمليات التي تم إثباتها ثم بعد ذلك نريد تلخيص ما سبق تبويبه حتى نكون قد حولنا البيانات إلى معلومات والتي يجب علينا أن نقوم بعرضها أو توصيلها للمستخدمين فما هي الوسائل التي تستخدم في تحقيق هذه الأهداف؟ نقول أن تجميع البيانات لابد أن يتم من خلال مستندات تؤكد أو تثبت حدوث العمليات اللي هو المستند والذي يسمى document عند الرغبة في إثبات أو تسجيل البيانات التي تم تجمعها من المستند يتم استخدام دفتر يسمى بضفتر اليومية journal ثم طبعا في هذا الدفتر يتم إثبات كل العمليات طبقا للتاريخ ولكن عند الرغبة في تبويب وتصنيف وفرز العمليات التي سبق أن سجلت في دفتر اليومية يتم استخدام دفتر آخر يسمى بضفتر الأستاذ وفيه يتم تصنيف العمليات ويسمى هذا الدفتر ليتجر ثم بعد ذلك نريد تلخيص البيانات التي ظهرت في دفتر الأستاذ ويتم ذلك من خلال ما يسمى بميزان المراجعة trial balance ثم بعد ذلك نكون قد وصلنا إلى المعلومات التي يتم عرضها من خلال القوائم المالية financial statements إذن المستند حقق فكرة أو وظيفة أو هدف تجميع البيانات أما تسجيل وإثبات البيانات فتمت من خلال دفتر اليومية التبويب والفرز والتصنيف تم من خلال دفتر الأستاذ ذلك التلخيص تم من خلال ميزان المراجعة وفي النهاية عرض وتوصيل المعلومات تم باستخدام القوائم المالية الجانب الأيمن هو الذي يمثل الدورة المحاسبية التي تبدأ بوجود مستند يؤكد حدوث عملية مالية ثم نقوم بالإثبات في دفتر اليومية تبقى للتاريخ ثم التصنيف ثم التلخيص ثم العرض والتوصيل ترجمة نانسي قنقر